الحمد للرحيم وبين الصعين صلى الله مبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحابه أجمعين أنا صايد بهذا اللقاء الذي يجمعنا من أجل تنوير الرأي العام وظهيف الصورة فيما يتعلق بهذه الوثيقة التي هي محل جدل ونقاش والتي يتوقف عليها بعد ذلك قضية الاستفتاء لأن مع الأسف أن المرحلة السابقة قد حرم الشعب من الاستفتاء ومرر أغلبية التعديلات مرت على البرلمان ولم تمر على الشعب وكانت الكارثة هي المادة 176 والتي تحول مضمونة في الوقت الحالي والتي تقضي بأن أي مشروع لا يمص بالحقوق الحريات والمجتمع الجزائري والتوازنات والمؤسسات بين السلطات يمكن للمجلس الدستوري أن يمرر هذا الموضوع ما تبرر ذلك وبالتالي الإشكالية تم تغييب الشعب في ذل هذه المادة وللآن الفرصة مواتية للشعب لأن يبدأ رأيه في هذه الوثيقة خاصة وأن رئيس الجمهورية قد أعلن بشكل قاطع بأن هذه الوثيقة يتوقف مآلها على استفتاء الشعب هذه الوثيقة كما قال الزمنة وكما يقول العامة فيها محاسم وفيها عيوب القرآن وما أدرى كما القرآن ومع ذلك لم يوجد ما لم يؤمن به في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فما بالك بالوثيقة الصادر عن المجتمع وبالتالي أنا من وجهة نظري أنا خاصة بعض المتخصصين بجانبي على اليسار وعلى اليمين لديهم ما يقول الإشكالية أن لدي أربع منطلقات أساسية المنطلق الأول هي الأحكام المتعلقة بالتعارض المحور الثاني وهو المحور المتعلق بالإحالة إحالة المواد على بعضها البعض النقطة الثالثة والمتعلقة بالنقصان يعني المواضيع التي لم يتضمنها الدسور والذي كان من المفروض أن تكون موجودة النقطة الرابعة وهي النقاط التي هي غريبة على النظام الشبه الرئاسي وبتالي مدام أن الوقت ضيق لا يمكنني أن أتناول هذا الموضوع جملة واحدة أعطيكم بعض المسائل فقط المتعلقة بهذا الموضوع والملاحظة الأولى مع الأسف أن هذه الوثيقة ظهرت بطريقة استعجالية لم تأخذ الوقت الكافي للتفكير والصياغة ولذلك بدأ هذا التسرع جليا في هذه المسائل مثلا المادة 92 رئيس الجمهورية يُعين القضاة عندما نأتي في المادة 181 المجلس العقضاء هو هي يُعين القضاة المادة المادة 129 130 الحصانة من النظام العام فكيف يجوز التنازل عنها إذا كنا إذا الحصانة شرعة الوظيفة بمعظم بغض النظر عن من يمارسها نص ثابت ومن يمارسها متغير فلذلك شرعة الوظيفة ولم تشارع للشخص لذلك لا يجوز للشخص أن يتنازل عن شيء لا يملكه النقطة الأولى فيما يتعلق بالأوامر عندما نرشع المادة التي تقول أن مجلس الأمة والمجلس الشعب الوطني هو صاحب الصيادة فيما يتعلق بعملية التشريع صاحب الصيادة في التشريع ويوشرع رئيس الجمهورية عن ضعريق الأوامر ما معنى هذا تعرض شيء آخر فيما يتعلق بالمادة الأولى المادة الأولى أكدت أن الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية شعبية في المادة المتعلقة بالمادة الصماء المتعلقة بالحضر قالت أن لا يجوز المساس بالصفة الاجتماعية بمعنى هذا النص كان موجودا عندما كنا نطبق نظام الاشتراكي لأنكم تعلمون فيه ديمقراطية غربية وفيه ديمقراطية شعبية نشأت بعد سنة ستة وربعين بمعنى ديمقراطية شعبية في أوروبا الشرقية وديمقراطية غربية في أوروبا الغربية هذه قامت على أساس مغاير من الأسس والمبادئ ولذلك تأثرت دستور الجزائر وتأثرت جميع الدستير الجزائرية التي أخذت كلمة الشعبية معنى ذلك أنها لا زالت في ظل النظام الاشتراكي بينما الصفة الاجتماعية وردت في بيانه النظامبر وكان الأولى أن نأخذ بهذه الوضعية الإشكال الآخر وهو ما تعلق ب كثير من المسائل التي تعتبر محل انتقادات طيب فيما يتعلق بالقانون العضوي القانون العضوي عندما يمر إلى البرلمان ينبغي أن يتوافر فيه أو يصوت عليه بالأغلبية المطلقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان بينما النص الدستوري يتم الموافقة عليه بالموافقة البسيطة أيهم أعلى مرتبة هل الدستور أم القانون العضوي فضلا عن ذلك المادة التي يعني جرت كثيرا من الكلام هي فيما يتعلق بالمادة التي تتكلم إذا عرض مشروع الإسفتاء ونحن بصدده إذا عرض مشروع الإسفتاء على الشعب ورفضه يعتبر مرغى المادة للفقرة الثانية غير أنه لا يمكن طرح من جديد إلا بتغير البرلمان المشكل رفضه الشعب لم يرفضه البرلمان لو كان رفضه البرلمان لا اكتفينا بتغيير البرلمان ومررنا وترحنا على البرلمان من جديد ولكن إذا كان المشكل متعلق بالشعب لا يمكن أن يستفت الشعب في مسألة في مرتين في موضوعين واحد رفض المشروع انتهينا لإشكال الأخر المتعلقة مثلا ببعض المواد الحالة لأن الموضوع يطول في بعض المواد الحالة في بعض الأحيان في مواضع الحالة وخصا في المادة ميو 15 المادة ميو 15 تحيل على المادة ميو 15 وفي بعض الأحيان نجد بعض المواد تقول أعلى بمعنى مع مراعاة المادة أدنى أو أعلى وعلى عكس الكلام تماما في بعض الحالة تكون المادة أدنى هي أعلى والمادة أدنى هي أعلى وإن شيء أعطيكم بعض الأمثلة المتعلقة بهذا الموضوع مثلا المادة 110 المادة 110 فيها ثلاث فقرات والناس قال ينبغي مراجعة المادة الفقرة واحد فقرة ثلاث فقرة ربعة المادة 110 ليس فيها فقرة رابعة فكيف ينحيل على فقرة غير موجودة أصلا الشيء الثاني المادة 131 131 وقالت بالحرف الواحد أحالت على المادة 134 وتقول أعلى هي أدنى مش أيعلى 131 أهي قبل 134 أم 131 أيضا في بعض الأحيان المادة 198 تقول أعلى ونفس القضية الإشكالية الكبيرة المتعلقة بهذا الموضوع وهو عندما تقلص عدد المواد الموجودة في الدستور كان 240 أصبح 223 طيب توجد ثلاث مواد أحدهما تحيل على المادة 129 227 224 وهذه المواد غير موجودة أصلا نحيل على مواد غير موجودة وبتالي أنا أعتقد أن هذه المسائل عندما يتفحص المجلس الدستوري رقابة الدستورية من رجل نظر الخاصة ربما المجلس الدستوري يتفطن لماذا لهذه المسائل ويمكن بعد ذلك أن يدقق في رقابة الدستوري في القوانين ويمكن أن يصلح بعض الأحوال أكتفي بهذا القدر ولمراجعة ثانية فيما بعد يؤصفني الشد للأسف خاصة إذا قارننا الموضوع بما حدث في تونس وما حدث في مصر وسموا على ما حدث في الثورة بالثورة أرشع للوثيقة تخلو من كلمة الثورة تخلو من كلمة الثورة ثم إذا ربطنا الموضوع بالتقديم والتخير فوكان أول نوفمبر وبياني طيب أيهما كان أسبق البيانة الذي كان سنداً لأول نوفمبر أول نوفمبر كان سنداً لبيان هذه مشكلة عويصة لأن كلكم تعلمون أن الثورة الجزائرية تعتبر من أعظم الثورات في العالم إن لم تكن أعظمها ونجم عليها ما نجم من تضحيات وتشريد وتدمير وإبادة وغير هذه الثورة أولاً لا توجد لها مصطلح والثانية تقزم بهذا بهذه الصفة ولا تذكر وعبارة عن شيء عابر طيب ثم بعد ذلك عندما تكلموا على الحراك هل الحراك يعادل الثورة هل نذكر الحراك بنفس مستوى الثورة قضية مصير مجتمع وويلات الذي مر بها المجتمع عبارة عن مجموعة مليون قل عدد مشيت خرج لعدة أيام نظاه بما حدث في 54 ثم هناك مسألة جوهرية وسبقني إليها للأستاذ جزو والأسادي ذا الخريف والأستاذ بوبكر فيما يتعلق بقضية الأمازيغية المادة تحمل تناقضاً وكلكم لاحظوا لا نضيف شيء جديد بين الصفة الرسمية وتعمل الدولة على ترقيته الإشكالية الكبيرة أن اللغة الأمازيغية أصبحت محكومة بقانون العضوي واللغة العربية محكومة بنص عادي هذه كارثة فكيف يمكن لغة نشأة جديدة أن تعلو على لغة قديمة الثانية صح الشيء الثاني فيما يتعلق بالمادة 71 وسبقني أحد الزملاء وقال قضية الأسرة أرجع للنص الله يخليكم حتى يعني نقف بشكل دقيق المادة 71 تحمل أو تحظى الأسرة بحماية الدولة نص في غاية الخطورة لماذا؟ لأن هذا النص كان ينقصه الضمان والتدقيق والتدقيق الأسرة المبنية على علاقات شرعية والزواج الشرعي أما الأسرة المبنية على علاقات غير شرعية جعلها في نفس المكانة وبتالي أسرة شرعية أو أسرة شرعية النص ساوى بين الأسرتين وهذه مصيبة وكارثة لأن اختلاط الأجناس واختلاط الأنساب وما ينجر عليها وبتالي هذه المادة بإمكانها أن تشجع الزواج خارج إطار الأسرة وخارج الإطار للولاية وخارج الإطار المتعارف في التقاليد والعادات وما تقضي به الشريعة أي صح صح طيب شيء آخر في هذه الوثيقة هي زعمة شكلا بأننا أمام تعديل لسنا أمام تعديل نحن أمام وثيقة جديدة والتعديل كقاعدة عامة التعديل يقتصر على ذكر بعض المواد أما أن يشمل تقريبا كافة جل كبير من حكام الدستور فنحن أمام وثيقة جديدة لا محال طيب الإشكالية المترطبة وسبقة للجلسات التي أعقدناها مع الزملاء أي وثيقة دستورية ينبغي أن تكون مقتضبة وتترك التفاصيل للقوانين هذا فصل في مسائل لا ينبغي التفصيل فيه ومما جعل هذه الوثيقة بهذا الحجم والوثيقة التي تمت صياغتها تقريبا تتضمن 156 مادة سابقا وكلما كانت الوثيقة مقتضبة كلما علم بها الشعب كلما طلع عليها كلما استقرت في ذهن الشعب أما المادة التي تتكلم بشكل استفصيلي دقيق فلا يمكن أن حتى المتخصصين يرجع للمادة في كل مرة الإشكال الأخر وهو فيما يتعلق به قضية جوهرية وهذه النقطة بالذات تكلمت معها مع الأستاذ العربة في هذه النقطة بالذات هي والاتفاق الذات شكل مبسط وهي قضية المعاملة بالمثل كيف يمكن لدستور جزائر في هذه الفترة الزمنية بالذات أن يغيب حكم كهذا لأن إذا ما أرادت للجزائر أن تعامل الدول الأخرى بنفس المعاملة لا يجنس قانون فراغ خانوني والمعاملة بالمثل قد لا يكون تكون تشريعية بمعنى الدولة تستثمي تستثمي أو تمنع من الحقوق أو تقلص أو شيء كما أن المعاملة بالمثل قد تكون ديبلوماسية عن طريق ديبلوماسي والعرف وغير وقد تكون هذه المعاملة بالمثل واقعية أرفض لي شخص أرفض لك شخص منع الأشخاص من الدخول أمنع الأشخاص من الدخول طيب اسمحوا لي في هذه العجالة أن أرجع إلى المادة هذه المادة التي كانت سبب الأزمة كانت سبب الأزمة وتركت على حالها أنت تعرف عندك أزمة بسبب هذه المادة ومع ذلك تبخيها طيب المادة تقول إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض مزمن وخطير المرض ومزمن وخطير توجد هناك أمراض غير مرض يمنعك من الممارسة ولا خطير ولا مزمن وتوجد مرض مزمن لا يمنعك من ويوجد مرض خطير يجمع الكلش طيب لماذا يتخذ المجلس الدستوري قراره بالجماع ويصوت البرلمان ولديك شهادة طبية تثبت ذلك هذه المادة تعتبر أطول مادة في الدستور وهذه المادة كانت تحتاج فقط إلى شهادة الطبية يعرض الرئيس الجمهورية على الطبيب والطبيعي يقول هناك استحالة لماذا نحتاج إلى اجتماع المجلس الدستوري وتصويت البرلمان إلا المشكلة أكثر بعد الخمسة واربعين الأولى يتمدد إلى الخمسة واربعين الثانية هذا جنون هذا جنون لأن بدأت المادة إذا استحالة معنى إذا استحالة النتيجة معروفة ولكن النتيجة بالاستحالة كانت غير استحالة الأكثر من ذلك أن هذه المادة من الذي يتولى أرفعها وتحريكها وبالتالي قيل سابقا حضرت في أحد الملتقيات في بجايا قالوا بالحرف الواحد ماذا ينتظر المجلس الدستوري حتى يعلن على شغور مجلس برئيس الجمهورية بصفة الإستحالة في ممارسة المهام ولكن هذا أجيب عليه من خلال ما ذكره الزمين في قضية التعيين لو كان المجلس أو المحكمة الآن أو المجلس السوري منتخبا لا كان مستقلا ولا لجأ إلى هذه المادة بدون أعنى بدون عنها ولكن مدام الوضعية اتخذت أبعادا غير الأبعاد التي ينبغي أن تأخذها فوقعت هناك إشكالية كبيرة في هذا الموضوع النقطة الأخرى التي أردت أن أوثير وهي قضية التعديل الدستوري قضية التعديل الدستوري إشكالية كبيرة مطروحة لأن المادة 92 في الوقت الحالي وعدو 90 تقول يمكن لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب في كل مسألة ذات أهمية وطنية الإشكال وطرحته هذا الإشكال مع الزملاء إذا كان رئيس الجمهورية يمكنه بمعنى سلطة تقديرية للرئيس يمكنه أن يرجع إلى الشعب في كل مسألة ذات أهمية وطنية إذا لم يرجع الرئيس في المسألة ذات الأهمية الوطنية متى يرجع؟ إذا كانت الأهمية الوطنية محل التقدير وليس محل إجاب وبتالي هذه تتناقض بدايتها يمكن تتعرض مع النتيجة المفروض يجب على رئيس الجمهورية أن يرجع إلى الشعب في كل مسألة ذات أهمية وطنية لماذا؟ لأن صاحب الأهمية الوطنية هو الشعب وبتالي انطلاقا من هذا الاعتبار غيب الشعب وتم التلعب به في 2002 2008 2016 وتعلموا جماعة الخير قلت لكم في بداية الأمر أن محور التعديل أو محاور التعديل ثلاث الحقوق والحريات ومبادل المجتمع الجزائري والسلطات والمؤسسة التوازنات الإشكالية الكبيرة التي تطرح في هذا الموضوع لو تتبعنا أولا الحقوق والحريات هي جزء من المبادل الخاصة بالمجتمع الجزائر مفهوم لكلامي هذا هي أن الحقوق والحريات هي جزء من المبادل التي تمس الكيان المجتمع الجزائر بمعنى لو تتبعنا هذه الأحكام الثلاثة لا تبقى إلا الأحكام الانتقالية وتعديل الدسور بمعنى هذا يفيد النتيجة بأن تعديل 2008 باطل تعديل 2008 باطل تعديل 2016 باطل لأن المشرع أخفل على نفسي إذا لم تزون تمس المبادل المجتمع هي المبادل التي تمس المجتمع تقريبا من المادة 1 حتى تقريبا 78 تقريبا لا أذكر بالذبط فيما يتعلق بالسلطات إلى غاية تنتهي في السلطات فيما يتعلق بالمؤسسات المؤسسات الاستشارية ماذا بقي من المواد بقيت أحكام التعديل وبقيت الأحكام التقالية بمعنى كأن هناك خمسة وست مواد هي الباقي فقط التي تخضع للشروط الموجودة في الدستور بمعنى أن كل ما تم 2002 و2008 و2016 باطل من الناحي القانونية طيب ما عليش دقيقة طيب في بعض المسائل وأقول سمح البعض بعض رسول البلديات وسمح الكثير وكما قال الأستاذ طالما أن الوثيقة علمانية نحن نفكر في الحياة ليس هناك مادة متعلقة بالميت وانتو تعلمون في الشريعة إكرام الميت التعجيل بتفني والمفروض أن كما أن الإنسان حق الحياة الموت حق ربنا قال الموت حق على كل وبالتالي مدام تعطبار حق لماذا لم ينظم المشرع الدسوري أفضل أكثر من ذلك حماية الأثار ليست موجودة المهم لدي حوالي 20 مادة حول الأحكام الغائبة التي لم ترد في الدسور طيب أتوقف على نقطة و نقطتين وأتوقف نقطة الأولى ما فائدة القسم الدسوري إذا لم يحاسب الرئيس والوزير الأول والقضاة والمحامون والموثقون كل من يؤدي القسم هل القسم شعار القسم معنى ذلك أقول بنزاة الخدمة وحياد الخدمة معنى أخلط بالنزاة الخدمة تحاسب وبالتالي رئيس الجمهورية قبل ما نحاسبه على الخيانة العظمى نحاسبه على القسم ولعلمكم القسم الموجود في التشريع الجزائري لا مثيل له في الأنظمة والقسم لو نتتبع القسم ما استطاع رئيس أن يستخل حتى في حالة للمرض لأن فكرة استمرارية الدولة تأبى أن ينعزل الرئيس وبتالي القسم المفروض يتم مؤخذة الرئيس عليه النقطة الأخرى التي سبق الأستاذ خريفة أعتقد أثارها لم أطلح في حياتي وأنا أدرسي القانون الدستوري منذ فترة منذ فترة كقايدة عندما نقول الوزارة ما تفيد تفيد الحكومة عندنا عندما نضيف كلمة قبل يتغير الوزير الأول ورئيس الحكومة عندما تقول الوزارة هي الحكومة لماذا تتغير المصطلحات والمعطيات المعطيات عندما تقول مثلا رئيس الحكومة أو رئيس الوزارة هذا المصطلح غريب ولم أسمع بتجربة حول هذا الموضوع فدرست التجربة الأمريكية والتجربة البريطانية والتجربة الفرنسية والتجربة الأنباء الألمانية والروسية والصينية والجزائر لم أستطع أن أميز بين رئيس الحكومة والوزير الأول وهذا مصطلح غريب غير مستعملا في أي نظام سياسي أكتفي بهذا القدر شكرا شكرا شكرا